استقر الدولار قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي بعدما بدأت الأسواق العام بداية مترددة مع تقليص المراهنات على خفض معدلات الفائدة وارتفع الدولار بشكل طفيف أمام العملة اليابانية إلى 144.67 ينن مواصلا مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما قفز 62.16% في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو 2022 وتلقى صعود الدولار دعما من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد أن عدل المتعابلون توقعاتهم لوطيرة وحجم خفض الفائدة هذا العام